هذا وقد أكد رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطلب الإشراف القضائية على الانتخابات دليل على متابعة الرئيس السيسي للحوار وخلال اللقاء خاص للتلفزيون المصري قال المستشار محمود فوزي أن الحوار الوطني تفاعلي وجاد بين كافة المشاركين مع احترام آراء الجميع وشيرا إلى أن الحوار منصة آراء دون إقلال بدور أي جهة أخرى النهاردة كان يوم كويس والجلسات كانت متميزة والنقاش كان متسع ومتوازن ومتبادل الحقيقة كان مش ممكن نوصل للنقطة دي غير بالتحضرات الجيدة التحضرات يعني ممكن البعض يكون استطال مدتها شوية لكن الحقيقة نتيجتها بينها نتيجتها بينها أن حضرتك كمان حتى في توزيع الكلمات النهاردة فقد روعيها في توزيع الكلمات أنك ما تسمعش اتجاهين وراء بعض حتى الناس اللي قاعدين حرصنا في القاعدة نفسها أننا لازم الناس تقعد مع بعض بحيث أن يبقى فيه نوع من أنواع الحوار ونوع من أنواع النقاش الحمد لله الأرائق كانت متنوعة ومتعددة أهم ما يميز اليوم الانضباط انضباط الحاضرين كمان بمعنى كل واحد التزم بالوقت المحدد ليه ترجمة نانسي قنقر